موسيقى 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 اليومين اللي هو التاني والتالت دول هيبقوا حاجة اسمها انيسبكشن ومينترنس اللي هو الصيانة والتفتيش وتريننج للطيارين ومن يوم من دي فور يعني او من يوم رقم اربعة هيبدأ عندنا الكمبيتشن او الكمبيتن البايلوتس او الطيارين هيبدأوا يتسبقوا معظم الطيارين سألوا هل احنا هنطير فوق الاهرامات فاحنا قلنا اللي احنا نعمل سبوت على محافظة الفيوم هتكون قريبة من منطقة الاهرامات وزودنا يوم في البرنامج بتاع البطولة بحيس هناخد جميع الطيارين هما يطيروا فوق الهرم انا باعتبر الهرم العشق الاول لجميع الطيارين يعني هما عايزين يجي يطيروا مصر كانت رائدة في الطيران وابتدى الطيران الشراعي فيها سنة 1934 وفي سنة 1951 تأسس مع الطيران الشراعي وحقق ارقام قياسية وكان حجم النشاط لغاية سنة 61 كان رابع دولة في العالم بعد كده ابتدى نشاط المزلات في مصر ودلوقتي الحمد لله ابتدى نشاط البالون وابتدى نشاط البراموتور واتعشم انه احنا نضيف بقية انشطة الرياضات الجوية اشتركوا في القناة